قصتنا النهاردة عن نورة اللي بابها ومامتها ماتوا وهي صغيرة عاشت حياة صعبة جداً خلتها تحلم ان هي تتجاوز من حد يعوضها عن بابها ومامتها يا دوب اتجاوزت من هنا طلقت من هنا طلقها بعد ما وراها طبعاً عيشها صعبة جداً ما بقاش يصرف على ابن المريض اضطرت نورة ان هي تسيب بلدها وجدت عيش في القاهرة عشان تبقى قريبة من المستشفات عشان تقدر ان هي تساعد ابنها بقت تحرم نفسها من الاكل بشتغل ليل نهار عشان تعرف تعالجه وتحوش فلوس لبكرة وبعد فترة رجعت بيه تاني لبلدها دفعت الفلوس اللي حوشتهم في شقة متوضعة قررت ان هي ما يكونش ليها اي علاقة بحد لحد ما شفت جارها قد احنين على ولاده بيخاف عليهم اتعلقت بيه بينها وبين نفسها اتعرفت عليه بدأوا يتكلموا وهو اللي كلمها الاول شوية بشوية المعاملة اتغيرت بقى فيه بقى اشتيمة وزعيق وتحكمات ورها الوش التاني زي ما بيقولوا عارفت ان هو بيمر بأزمة مادية كبيرة ساعدته عشان ما يتحبسش بدلا ما يشكرها قال لها انا مش هقدر اتجوزك وانا مش معايا دخل بيعي شقتك وديني فلوسها افتح بيها مشروعة وانا هقجر لك شقة ونعيش فيها رفضت اتغيرت معاملته ودلوقتي هي محتارة بين قلبها اصل لسه قلبها بيحبه مش قادرة تستغنى عنه وعقلها اللي بيقول لها انت كده بتهيني كرمتك وانا اسف وانا بحكي قصة اني بقول كده بس هي اللي قالت وليه بقى تفضلي متعلقة بواحد معملش عشانك اي حاجة عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة المعالجة النفسية دكتور وفاق شلبي زيك يا دكتور وفاق زيك يا سيك نعم بارك يا فوف الحمد لله اي رايك بقى في قصة النهاردة جميلة دي سرية جدا عجبتني جدا جميلة وهي كتيرة جدا في مجتمعنا كتيرة قوي قصة متكررة جدا داخل العيادة وساعات ما بتبقاش جارتك ساعات بتبقى عز صحابك ساعات بتبقى منتخالتك ساعات بتبقى زملتك في الشغل فنعمل ايه ايه بقى القصة دي بوسي السيناريو ده بيحصل طول الوقت في العيادة او بشوفه في الحياة الطبعية بس انا بشوف في العيادة اكتر يعني انه بتبقى هي برضو قالت ان عندها مشاكل عندها مشاكل هاستوري كده تاريخ من المشاكل بس هي ما تكلميتش في تفاصيل بس هي قالت عشر سنين اعداد من غير راجل اوكي بس هي عندها مشاكل من زمان اقدم من العشر سنين عشان باباها وما ميتها اه يعني عندها مشاكل ده اللي بيخليها ممكن تتعلق يعني بأي حد بتشوف انتي قصدك المشاكل دي احتياج نفسي مش مشاكل في العلاقات اه احتياج نفسي بالضبط اه انا محتاجة حد يسد الوحدة دي هي حتى بتقول انا شفته بيعامل ولاده بحنية وبيطبطب عليهم او بيلعب معهم او عجبتها طريقته في التعامل مع ولاده اه فهي انا خفت من دي اولي عشان عجبها عشان كده لانه ممكن يبقى الراجل حنين قوي على عياله تعالي شوفين مع امراته اه يعني لما ياخد بنته ويروحوا مثلا مع بعض الجيم يا حبيبي او لما ياخد ابنه مثلا ويروحوا يخسروا العربية بيجنن كابا فظيع تيجي تشوفي زوج ممكن يبقى فاشل بمعنى الكلمة اه